بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مرى تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرض وسقر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يقصل الآيات معا لكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسيا وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يرسل ليلا منها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطعا متجاورات وجنات من أعناد وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأصل إن في ذلك لآيات لقوم يحكمون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لدو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنسى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعان سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستقف بالليل ومن هو مستقف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وان هو الذي يريكم الضرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب افتقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصوائق فيصيب بها من يشاء وهم جائمون في الله وهو شديد محال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم شيء إلا كباسط كفين إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكروا وظلالهم بالغدور والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضررا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء أخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله طالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسانت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقضون عليه في النار بطغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب بطاء وأما ما ينفع الناس فينكف في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم فوق الحساب ومقوان جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينفعون الهيساب والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويطاقون سوره الحساب والذين صبروا بتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سروا وعلانية ويجرؤون بالحسنة السيئة ويجرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار جنات عدل يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزوادهم وذفياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل ربام سلام عليكم بما خبركم فنعم عقب الدار والذين ينقبون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويخشدون في الأرض أولئك لهم اللعمة ولهم سوء الدار الله يبسط بسطل من يشاء ويخدر وفرفوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مهاب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتوى عليهم الذي أوحينا إليه وهم يكون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قصعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استمزع برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا وكفروا وفدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار قطلها دائن وضلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أسرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكنا عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك واجعلنا لهم أزواجا ودرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله بكل أجل من كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عطب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب ومن عنده علم كتاب علم الكتاب للمشاهدة علم الكتاب علم الكتاب علم الكتاب علم الكتاب متك Edeln